السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنبدأ في المنه مع مجموعة من أفراد الجيش في كينيا واللي كانوا بيقوموا بعملية مدهمة لمجموعة إرهابية وأول لما وصلوا للمكان ابتدوا انهم يشتبكوا معاه وبيحاولوا ساعتها انهم يقتلوا كل الإرهابيين اللي موجودين في المكان بس للأسف واحد منهم كان معاه رهينة وبيهدد بقتله وابتدى ساعتها ان يقول شروطه عشان يطلق صراحة الرهينة سب الزكاء الزابط المسؤول قدر ان يموته وفي نفس الوقت ينقذ الرهينة اللي كان مسيطر عليه بعد لما بيخلص الفريق مهمته بيرجع لإيطاليا وبعدها بيكرر ري ومراته انهم يقضوا الأجازة بتاعتهم في إيطاليا ولما بيصحى ري تاني يوم بيتفاجئ ان مراته مش موجودة جنبه نسايبالورسالة يكون مكتوب فيها انها راحت تجيب الفطار وبعدها بيسمع صوت بيفكرها مراته في الأول لكن بيبص من مراية وبيلاحظ انهم مجموعة من المرتزقة بيهجموه وساعتها كانوا بيحاولوا يخدروه لكن هو قدر يتجلب عليهم في النهاية بس فجأة بيسمع صوت مراته لما بيجري عشان ينقذها بيغبط في واحد من السياح عند الباب بتاعه بس فجأة بيحس انه مش قادر يسيطر على جسمه وبيقع مغم عليه وده بيبقى بسبب حقنة المخدر اللي ادهاله السايح اللي قابله على الباب وأول لما بيفوق بيلاقي نفسه موجود جوه تلاجه وإيديه ورجليه مربوطين في كرسي وبعدها بيظهر ليه الشخص اللي خدره في البداية ولما بيسأله هو مين بيقوله انه مارتن اكس ووقتها مارتن بيكون عايز يعرف مين اللي بلغه بمكان الرهاين في العملية اللي عمله وطبعا الزابط ري كان رافض انه يرد عليه فعشان كده جاب مراته جينا عشان يضغط عليه بس ري بيقوله ساعتها انه فعلا ما يعرفش المعلومة دي وهو مجرد فرض بينفز الاوامر بس للأسف مارتن ما بيكتناش بإجابته وانه فعلا ما يعرفش المعلومات دي وبيقتل مراته جينا قدام عينيه وساعتها كري مصدوم من المنظر اللي شافه وساعتها بيتوعد لمارتن وبيقوله ان هيقتله كده كده وبيطلب منه ساعتها انه يقتله لانه مش هيسمح ليه فرصة تانية انه يعملها وفعلا بيستجيب ليه مارتن وبيطلع المسدس بتاعه وبيقتله بعدها بننتهل لمارتن اللي كان موجود في اهدم عامل الاختبارات وبيفوق فجأة بعد ما كانوا حطينه على مشروع اسمه بلوت شوت وكان ساعتها محطوط تحت الرعاية الطبية والمرأبة ولما بيسترد وعيه بشكل كامل بيقابل الدكتور ايميل واللي بيكون المسؤول عن مشروع البلوت شوت المساعدة بتاعته كاتي وساعتها بيسأله الدكتور ايميل سؤال جريب هو لو فاكر اي حاجة من اللي حصلتله او حتى اسمه او ردبطل عسكرية وكمان بيقوله ان الجيش الامريكي هو اللي اتبرع بجسمه للمؤسسة دي وده طبعا معناه ان ري فعلا كان ميت وساعتها ري ما بيصدقش كلامه وبيقوله ان عندي ندوب فعلا في جسمه بس ده ما خلينيش اموت وبعدها بيفجؤه كمان ان السبب اللي خلى الجيش الامريكي يتبرع بجسمه هو اللي مالوش عيلة ولا اي حد قدر يستلم جثته بعد اما مات وبعدها اتدى الدكتور ايميل يعرفه على اهداف المؤسسة اللي هو موجود فيها وانها مهتمة بتكوين الجنود الخارقين للجيش الامريكي وبعدها بياخد ايده وبيعورها بالسكينة اللي كانت موجودة معاه ساعتها بيستغرب لما بيشوف الجرح اللي موجود في ايديه بيلم بسرعة عن طريق جزيئات صغيرة موجودة في ايديه وبعدها بيبتدي يشرح له العملية اللي موجودة في جسمه وان جسمه مليان بجزيئات النانو واللي بتعمل على بناء الانسجة الميتة وللأسف كان ري ساعتها مش فاكر اي حاجة من اللي حصلته قبل كده وبيعرض عليه الدكتور ايميل ان هو كمان استخدم التكنولوجيا في علاج زراعه وكمان مساعدته كيتي اللي فقدت الرئة بتاعتها عن طريق الجزات الكيميائية تكنولوجيا ساعتها انها تنقص حياته وواحد من الجنود كمان كان فقد بصره عن طريق عملية في العراق وركبه له كاميرات في جسمه بتغذي اعصابه البصرية واللي خليته يقدر بعدها انه يشوف بشكل جيد وبعدها بيستغرب ري من كل اللي شافه وبيستأزم منهم انه يروح ينام وساعة لما بينام بيجي له كابوس بالماقف اللي حصل ليه لما امراته ماتت واول لما بيصحى منه بيكتشف انه قدرته زادت وقوته عشر اضعاف ووقتها حاب يختبر القوة دي انه يضرب ايده في الحيطة وفعلا نجحت وكسرتها وبيكرر عملية دي كزا مرة لجاية لما بيعمل شرخ كبير في الحيطة وكل ده بيتم من جير اي جرح في ايديه ولا تعب وبعدها بيكون ري قاعد مع كيتي وفجأة بيبتدي ري انه يحلم نفس الحلم بموت مراته ولكن المرة دي وهو صحي وبيبتدي انه يردد نفس الكلام اللي حصل في نفس الموقف وهو صحي وبتتحرك بسرعة كيتي عشان تطلب ليه المساعدة الطبية ووقتها ري ما بيقدرش يسيطر على قوته وبعدها بيفاجئ كيتي وبيقول لها وعارف ليه هو وحيد وده لانه افتكر جزء من ذاكرته وموت مراته واول لما بيخرج من المؤسسة بيبتدي دكتور ايميل انه يتبعه واللي ابتدى ساعتها انه يكلم ري عن طريق المعالج اللاسلكي اللي موجود في دماغه اللي بيطلب منه وقتها انه لازم يرجع المؤسسة فورا بس ساعتها بيرفض ري انه يرجع مرة تانية للمؤسسة لانه افتكر كل حاجة انه مراته ماتت عن طريق مارتن اكس وساعتها ري بيقدر يستخدم التكنية اللي عنده انه يخش في معلومات الانتربول بيعرف معلومات اكتر عن مارتن اكس ولما بيقوله ساعتها انه معهوش اي فلوس او بسبور عشان يقدر يتحرك او يسافر لبيفجأ ويقوله انه هو يكون طيارة خاصة وطبعا ري ما بيكانش بيقدر قبل كده انه يسود طيارة بس عن طريق التكنولوجيا اللي عنده قدر انه يخش للمعلومات اللي تمكنه من سوئته وبيقدر ساعتها ري انه يوصل للمارتن اكس اللي كان مؤمن بشكل كامل وبيحاول ساعتها انه يضرب على العربية اللي كان موجود فيها بالرصاص وطبعا كانت محصنة العربية ضد الرصاص وساعتها بيجي واحد من الحرس وبيضربه بظهره بالمسدس وبعدها بيبتدي باقي الحرس انه يكتشف لو الطريق امن ولا لأ وفي نفس الوقت بيكون ري واقع على الارض بس فجأة بيفوق مرة تانية وبيبتدي انه يتعامل مع باقي الحرس وكمية الدم اللي كانت وقع من ري اسناء اصابته اللي كان اغلبها من جزيئات الناونه بتبتدي انها تنشط وترجع تاني ليد ري من المكان اللي وقعت منه واول لما بيشوف مارتن الموقف ده بيعرف ان هو ورغم عدد الحراس الكتير اللي كانوا محوطينه وبيحموه تجلب ري عليهم كلهم لان كل الاصابات والجروح اللي كان بيتعرض لها بتتقضى وبتتعالج بشكل سريع وبعد ري لما بينته من الحرس بيكرر ان يخش المارتن في العربية واللي كانت محصنة بشكل كامل بس ري ساعتها بياخد واحد من الحرس وبيلغمه بكمبيلة ويحدفه ناحية العربية عشان يتفجر وفعلا تأثير الكمبيلة ما بيأثرش على ري بس بيأثر على العربية وبيضرب واحد من الموجودين في العربية على دماغ ري وكالعادة بترجع جزيئات النانو من راسه مرة تانية وبتخش في مكانه واول لما بيحط المسدس في وش مارتن بيطلب منه ان ما يقتلوش وانه مش فهم اي حاجة بانه كمان يقدر يساعده من الموقف اللي هو فيه بس ري ما بيسمعش الكلامه وبيكرر ان يقتله وبعدها بتوصل كيتي والفريق الخاص بالمؤسسة للمكان اللي فيه ري ويعرفوا ساعتها ان مستوى جزيئات النانو الخاص بري منخفض وبيقول لكيتي ان هو قدر يقتل اللي قتل لمراته وبعدها بيطلبوا منه انهم ياخدوه ويرجعوا للشركة مرة تانية وفعلا بيوصل ري للمؤسسة مرة تانية وبيتم شحن جزيئات النانو وبيدخل عليه ساعتها واحد من الجنود وبيعطل كل حركات جسمه عن طريق جهاز معين بس ري ساعتها بيكون قادر يسمع ويشوفه وبيكون واضح من نظراته انه ما بيحبش ري وبيقول له ساعتها انه هما بيقدر يوجهه عن طريق انه يقتل لضحية التالية عن طريق زرار وقبل اللي ما يمشي ويسيبي بيقول له انت جاهز انك تنسه واول لما بيدوس على الجهاز اللي معاه بيغمع على ري وبتخرج ساعتها مجموعة الاجهزة واللي بيكون موجهة ساعتها نحي الجسم ري واللي من خلالها بيكونوا قادرين يوصلوا للذكريات اللي موجودة في دماغ ري ويغيروا في كل الذكريات اللي موجودة في دماغه بتفاصيلها واحداثها المختلفة بتفاصيلها واحداثها المختلفة اللي هما عايزينها بيكون ساعتها كل فريق المؤسسة عارف باللي بيجري على ري من ضمن الفريق ده كيتي اللي ما كانتش راضيه عاللي بيحصل وساعتها بيعرض عليها الدكتورة ايميل لو مش حبة كده تقدر تمشي وطبعا كيتي كتعارفة لو انها خرجت من باب المؤسسة مش تقدر تتنفس مرة تانية وده طبعا بسبب الجهاز اللي بتتنفس منه عن طريق الدكتور ايميل ساعتها بيوصله لمارتن اكس اللي كان موجود في زاكرة ري واللي قاتل مراتو جينا وساعتها بيغيروا وشه وبيحطوا وش واحد من الاعضاء الشركة المسؤولة عن المؤسسة اللي شغال فيها دكتور ايميل عشان يبقى هو الضحية التانية اللي هيتلها ري وبكده فهما بيغيروا في الزاكرة بتاعة ري وبعدها بترجع كيتي اللي قوضت ري وبتبتدي ترتبها اكنه اول مرة يفوق اول لما بيفوق ري بيقابل دكتور ايميل وكيتي واكنهم يعرفهم لاول مرة وكمان نفس التاريخ وبيقولوله نفس الحاجات اللي بيقولوها له كل مرة ونفس الافعال وبتبتدي ان تجيله نفس الرؤى اللي بيشوفها كل مرة وهي قتل زوجته وان نفس الشخص اللي بيقتله هو مارتن اكس بس بيتغير شكله كل مرة وبيتحرك ري في كل مرة في المكان اللي موجود في مارتن اكس عشان يقتله وبكده بيتحاول ري لماكنة انتقام خاصة بالدكتور ايميل يقتل بيها كل اعضاء الشرك وفعلا بيبتدي ري انه يستخدم كل التقنية اللي عنده من جزيئات النانو فانه يقدر يوصل للهدف بتاعه ويقتله بس المرة دي بيكون موجود في نفس المكان اللي موجود في ري واحد من الخبرة التقنيين وكان ساعتها الشخص اللي اتحرك ري عشان يقتله بيكون بيرقبه نفسه اللي كان ساعتها معه جهاز وهو كومبلة حقل مغنطيسي والجهاز ده ليه القدرة عن يوقف عمل جزيئات النانو اللي موجودة في جسم ري وبيكون محتاج انه يتشحن مثبت 100% عشان يقدر يشتغى وفي نفس الوقت بيستمر ري انه يقتل كل الحرس الشخصي اللي حوالين مارتن اكس وساعتها دكتور ايميل بيعرف خطر الكمبلة دي وبيحاول انه يوقف ري ويخرجه من عنده بس ري ما بيسمعش كلامه وبيفضل انه يتعرض للجنود لغاية لما بيوصل لمارتن وبيضربه وبيقول له نفس الجملة انهم يجذبون عليك بس ري ما بيسمعش كلامه وبيموته برضه بس ساعتها حد بيشغل كومبلة الحقل المغنطيسي واللي بيخلي ري ساعتها انه يفقد وعيه ويقع وده بيبقى عن طريق التقني اللي موجود في المكان وبعدها بفترة قليلة بيحاول التقني انه يفوق الري باي طريقة وبيلجأ انه يعرضه لضغط كهرابا عالي عشان يفوقه وفعلا بينجح انه يفوقه وبيقول لما يفوقه بيقوله انه في صفه وبعدها بيبلغوا باسمه وان هو اسمه ويلفريد وان كان واحد من اعضاء الشركة عايزه عشان يقضي عليه بس وقت لما كان بيكلمه بيجيله شكله لمارتن اكس بس بشخصيات مختلفة وده طبعا كان موجود في ذكرياته والاشخاص دول كلهم هو قتلهم ولما بيحكي لويلفريد عن حلمه بيفهم ان هم استخدموا ري عشان يبقى قاتل مأجور وبيقتل كل الاعضاء المنشقين عن الشرك ولما بيحاول ري ساعتها انه يسيب المكان ويمشي بيحذره الف ويقوله انك لو مشيت من هنا اكيد هيرجعه يسيطر عليك مرة تانية بس المرة دي هيخلك تقتلوني انا وبعدها بيطلب ري من ويلفريد انه يحاول يسيطر على جزيئات النانو اللي موجودة في جسمه عشان ما يقدرش الدكتور ايميل يسيطر عليه مرة تانية وبعدها بياخد عربية من العربات اللي موجودة في المكان وبيوصل لعنوان كان موجود فيها امراته جينا واول لما بيتحرك بيقدر الدكتور ايميل ان يعرف مكانه وساعتها بيحرك الجنوب بتوعه عشان يقدروا يقبضوا عليه وبعدها بيفتكر ري بعض الزكريات اللي موجودة في ذاكرته واني رجع لجينا بعد غياب خمس سنين عنها وساعتها جينا كان مخلفة منه وبنت بس هي ما كايتش تعرفه وبعدها بيرجع مرة تانية لوعيه لما بيكون في العربية وبيتصدم بعربية الجنود الخاصين بالمؤسسة واللي كانت مهمتهم انهم يقضوا عليه ويرجعوا مرة تانية للمؤسسة وبيبتدوا ساعتها انهم يستخدموا كل التقنيات الحديثة اللي كانت معاهم عشان يقبضوا عليه وفي نفس الوقت كان ري بيتحاول يتفادى هجماتهم ويهرب منهم بأي طريق وساعتها بيواجه واحد من جنود المؤسسة ووقتها سبتهم هما الاتنين على الطريق ودهستهم عربية وبيقوم مرة تانية ري بفعله جزيئات النانو بس الجندي اللي كان معاه بيكون فقط رجله اصطناعي والجندي التاني بيوصل بظهر ري جهاز عادة الاتصال مرة تانية بالمؤسسة ويقدروا يسيطروا على ري وفعلا بينجحوا انهم يقافوا عن العمل مرة تانية ولما بتشوف كيتي كل اللي حصل بترفض كل اللي بيعمله الدكتور ايميل وبتكرر انها تسيب المكان بس ساعتها دكتور ايميل بيسيطر على جهاز التنفس الخاص بكيتي وبيمنحها انها تتنفس مرة تانية وبعد فترة بيرجعوا ليها مرة تانية وبعدها بتضطر كيتي انها تنفس كل اوامره بعد لما بتعرف كتير من المعلومات عن ويلفرد اللي كانت تظهر على الشاشة وبتقدر بعدها فعلا انها توصل لولفرد وانها تتخلص من كل الحرس اللي كانوا بيأمنوه وفي نفس الوقت بيكون ري فاق وبيقابل الدكتور ايميل في المؤسسة وابتدى ساعتها انه يواجه بحقية عمليات الاختيال اللي كان بيعمله وان حب ري للانتقام هو اللي ساعده ان يكون شخص مثالي ووقتها بيخرج ري عن شعوره وبيقرر انه يقتل الدكتور ايميل وعشان كده بيقرر الدكتور ايميل انه يسحب كل جزيئات النانو اللي موجودة في جسم ري وفي نفس الوقت بتخش عليه كيتي وبتبلغه ان ويلفرد هرب منها وعشان كده بيضطر ان يوقف عملية استخراج جزيئات النانو مرة تانية ويكلف ري بمهمة اخيرة قبل عملية الاستخراج وهي انه يقتل ويلفرد وفعلا ابتدى يجري التعديلات اللي بيعملها كل مرة في ذاكرة ري ويغير شكل مارتن اكس اللي قاتل مراته جينا اللي شكل الشخص اللي عايز يقتله هو المرة دي ويلفرد بس المرة دي بتساعده كيتي انه يغير المحاكاة اللي بيعملها الدكتور ايميل لري وبتظهر ليه في ذكرياته وبتوصله وجهاز يقدر عن طريق ويلفرد انه يخش ليه بيحاول ساعتها هو وكيتي انهم يساعدوه عشان يعرف الحقيقة ووقتها الجنود اللي موجودين في المؤسسة بيبتدوا يجاهزوا المعدات الخارقة بتاعتهم عشان يواجه ري بيبتدي ساعتها ويلفرد انه يساعد ري عشان يخرج من المكان وفي نفس الوقت كيتي بتحاول توصل لقاعدة البيانات الخاصة بالشركة واول لما بتوصل لها بتفجر كل الداتا الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة بمشروع البولوت شوت وفي طريق ري بيحتكب واحد من الجنود الخارقين اللي موجودين في المؤسسة واللي كان بيمتلك درعات قلية لها قدرة غير طبعية وبيحاولوا ساعتها هما الاثنين انهم يعيدوا السيطرة على ري مرة تانية وبعد محاولات كتير بيحاولوا انهم يقتلوا على ري ويسيطروا عليه بيفشلوا في قضية موته وبينجح ري انه يقضي عليهم هما الاثنين وساعتها بيحاول ري انه يوصل لدكتور ايميل عشان يقتله وبيخرج ساعتها من عربيته بندقية قنابل وبيوجهها ناحية ري بس ري ساعتها بيمسكها قدامه وبتنفجر فيه وده اللي بيسبب خفط للمستوى الجزايات النانو اللي موجودة في جسمه اللي لو انخفضت للمستوى سفر مش هيقدر يحد يرجعه مرة تانية وساعتها بيعرف ايميل ان مستوى النانو فعلا انخفض وبيجهل ساعتها كنبيلة تانية عشان يقدع لنهائي وقتها بيسيطر على الكمبيلة اللي كانت متحركة في اتجاهه وبيفضل يتحرك فيها لغاية لما بيوصل لأيميل وبتفرقع فيه وبعدها بيحاول ولفرد انه يشحن ري مرة تانية وبينجح ساعتها انه يبتكر تقنية جديدة بتحسن من قدر الجزيئات النانو وانه مش محتاج انه يتشحن مرة تانية وبتكون كيتي هي اللي ساعدته انه يعمل كده وبس كده يا سيدي دمتم في رعاية الله كل اللي وصل للاخر انتو احلى واجدع ناس